نتفق أنا وإياك كشركة أو أنا كصاحب مشروع الوحدي عندي مؤسسة مثلاً أو مشروع صغير لا ألزم المشروع هذا أن يصرف عليه من أول لحظة فلذلك يصير تقييمي للمشروع حطي يدي على خدي ويقول مر شهر ما يطلع لي ولا لي كيف أبدأ مشروع بدور أسمال يمديني ولا هذا المال اللي أنا أشتغل بها الآن أيًا كان حجمه كاستثمارات لو جاني قبل عشر سنوات قد يكون هو غصة الموت ما عادي فلوس واجد زين ويا أخي بلشت بالتسويق الإعلانات غالية والما أنا بقاعد أدفعها كيف أمشي مشروعي وإني أسوق وأنا ما عندي ذاك المبلغ الصراحة هلو سهلا حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست خبرة من جمعية قافية الخير ماي أنا عبدالله مردس هذا بودكاست اللي نجمع لكم فيه خبراء في العديد من مجالات يطرونكم عصارة خبرتهم في مواضيع تهم الشباب وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عبداليز المطرودي مطور الآمال ومؤسس للعديد من علامات التجارية هذه الحلقة نبي يتكلم عن حلم يحلم فيه كثير من الشباب كثير من الشباب وده يكون تاجر لكنه ما يعرف وش المقاومات اللي لازم تكون في التاجر عشان يبدأ تجارته نتكلم عن بعض هذه السلمات في هذه الحلقة وبنتكلم عن المشاريع الصغيرة اللي توهم بدين كيف يبدون مشاريع صغيرة بدور أسمال وكيف أنك تدير مشروعك بالنجاح وتنجح في التسويق بدور أسمال وغيرها من المواضيع اللي تكلمنا فيها مع ضيفنا قبل ما نبدأ أذكك بيشترك معنا إذا ما كنتم بيشترك معنا وفعل جرس التنبيهات عشان تصلك مقاطعنا أول بول وتكون أول من يشاهد هذه الحلقة على قناتنا وإذا أجبتك حلقة ساهم معنا بنشرها خل الناس يستفيدون من هذه الحلقة حيك الله أبو عامر الله يحييك يلا حييك يلا حييك يلا سهلا هياك الله في ودكاست خبرة وساعدين توجدك معنا اليوم الله يتساك وانا أسعد لله أحفاظك وعسى الله ينفع منهك أمين أمين يا رب العمين أبو عامر مثل ما تعرف اليوم هنأ شاء الله بيتكلم عن التجارة الإلكترونية ومثل ما قلنا بالمقدمة أنا بنركز على بعض الأشياء اللي يعاني منها الشباب في موضوع التجارة الإلكترونية في بداية خلنا نتكلم أبو عامر رحينا الشاب اللي توه بعدي في الجامعة ودي يكون له مصدر دخل لأن أزمة مكافأة الجامعة شوي تشكل هاجس عند الشباب إن المكافأة ما تكفي شلون أن يكون له مصدر دخل إضافي ويكون مصدر دخل جيد ويجمع بينه وبين الدراسة نعم أول شيء جزاك الله خير بعد اسمه الله الرحمن الرحيم وصل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بحد دقائق وبهل وقت هذا هذا الموضوع أنا أعتقد أنه هو حديث الساعة بالنسبة للشباب طموح الشاب أو الشابة اللي موجودين في الجامعة طموحهم دائما كيف أستطيع أنه يعني يغطي الاحتياجة اللي عنده من تكاريف حياتية طبيعية وتكاريف دراسية أولا الشيء اللي نحتاج أن نؤكد فيه في بداية الأمر أنه هل لابد كل شاب يدرس في الجامعة يكون له مصدر دخل إضافي هل هذا خيار يعني هل هذا خيار أنا أبي أو ما أبي طيب أبوك في الجامعة أو والد هذه البنت اللي تدرس في الجامعة مكتفي هل المسألة مسألة احتياج أو أن المسألة أصلا ما فيها خيار أنت في الجامعة يجب أن يكون لك مصدر دخل بغض النظر عن وضع أسرتك الاقتصادي من عدمه بمعنى أن التجارة ليست هي البقرة الحلوب اللي يطلع لنا الشيء اللي ناكله عشان نعيش جميل المبدأ أنه لا يتصور أي شخص يعيش في بيئة مثل بيئة المملكة العربية السعودية ولا يكون ضمن أولوياته بعد الأكل والشرب والنوم والأكسجين التجارة أو المورد المالي بشكل عام ليش؟ لأنه هذا الأمر أصبح حتمي شيء ببلاش ربح وبين بالسعودية سهولة إيجاد بيئة تكون سبب أنها تكون مصدر مالي أصبحت شبه مقدمة لك كل الدعم مقدم لك ولكن ضمن هذه الإغراءات فيه علامات ومؤشرات لازم ننتبه لها علشان السهولة للدخول هذه ما تصير هي سبب فشلنا نحن كطلاب وطالبات لا بد أن يكون عندنا انتباه لهذه العلامات فسهولة الدخول لا يعني أنك أنت في طريق آمن قد تكون تدخل مثل السنارة السنارة الآن السمكة سريعة الدخول لكن تجد تطلع مشكلة تمزع الصيادين اللي يصيدون بس ما يعرفون الميدار جاي بالشكل ده مثلث دخوله سريع لكن خروجه يمزع التجارة نفس الطريقة الدخول سهل لكن إما أن تمضي وفق طواعد معينة يمكن تطرق أخي عبد الله بعد شوية نوعية أو فكر أكثر من مرة وفكر أكثر من مرة وفكر أكثر من مرة قبل لا تدخل الدخول السهل طيب أبو عامر هل أنت سنتؤيد الجمع بين الدراسة والتجارة أو التجارة والوظيفة؟ أنا أقول أنه أنا ذكرتها بس قد يكون ما وصلت الفكرة أنا أراها أنه من الواجبات يعني من الواجبات أن يكون الواحد يفكر بمصدر دخل جميل يفكر بمصدر دخل إذا كانت يعني إذا هبت رياحك فغتنمها الآن إحنا في فرصة نجي مسألات أنه هل هذا الشخص مناسب ويستطيع أو لا يستطيع هذه أمور قدرات إلهية الله سبحانه وتعال جعلها في واحد قدراته محدودة ما يقدر يقولك أنا ما أستطيع أنا أقدر أوفر 800 ريال حق مكافأة الجامعة وأقدر أشتغل لكن لا تطلب مني ريال يدخل عليه هذا نقوله برافو عليك تمام استمر علشان تجيك الوظيفة اللي تناسبك وعشان تطلع عليها لكن فيه فئة كبيرة من الشباب عنده قدرة وعنده وقت لكن ما هو بمشتهي ما هو بمشتهي طيب وش هي علامات؟ أو منتبه مثل نقول إن كنت تصلح وتما تصلح إذا كان الشاب يستطيع إنه يؤمن نفسه بطرق أو بأخرى عن طريق والديه وإقناعهم إنه يشتري أجهزة بوقتها ويشتري احتياجات يعني هو قاذل الآن يمارس التسويق هذا إنه يطلع فلوس من أبوه نقول له لا أهدأ شوي هراك أنت الممارسة اللي سويتها مع أبوك وأمك وقدر تحصل عليها فلوس ودنا تسويها مع عملاء أنه كثير منهم ترى عنده تسويق مو بسهل يقدر يسوق الاحتياج حقه عند أسرته ويحصل على اللي هو يبيه هذه مهارة خفية يجي نقول له أنت بها دقيقة طالما أنك قدرت تقنع الشاي باللي قد يمنعك كثيرا ويطاوعك أكثر أنه قادرت تقنع غيره من الغرباء أنهم يعطونك المال مقابل بضاعة أو خدمة تقدم وأكثر ما ألوم بين قوسين الطلاب اللي يدرسون في تخصصات الإدارة خاصة إدارة التسويق أو إدارة الأعمال إذا دخل تخصص من هذا التخصص هذا ولا حاول أنه يبيع ساعة أو يبيع جوال عن طريق مواقع الإلكترونية اللي قابلة وإعادة بيع الأشياء المستخدمة هذا أنا أقول له أصبر دقيقة هذا يبيع جلسة علشان أفهم تفكير اللي عندك ليش داخل التخصص هذا وأنت أصلاً ما عندك محاولة صحيح هذه مشكلة والله مشكلة كبيرة نعم أنا ما ألوم قد لا ألوم شخص تخصصه متجه لتخصص بعيد عن إدارة الأعمال والتسويق قد لا ألوم ولكن لو أركز على هالفئة من الشباب اللي داخلين هالتخصص هذا ولا عنده محاولة هنا تترجم من باب أولى غيره ما نلوم جميل نعم طيب نقول هذه النقطة الأولى هو موضوع أنه يقدر يتوّق المحاولة يعني نقاط ثانية نقول أنها مهمة مثلاً الصبر ومثل الأشياء هذه نعم أولاً من كان لديه استطاعه على التعبير وبليغ بليغ بالحديث هذا نقوله ترى أنت عندك صفة هائلة جداً في التسويق يقدر يعبر حلو ويقدر يقف ويتكلم وتلقاه ما شاء الله لسانه هالطوب في البيت وفي الجامعة طيب استغل هاللسان هذا المعسول الجميد في مجال ينفعك ينفعك في إقناع الآخرين ينفعك في الظهور ينفعك في بناء محتوى هذه واحدة الأمر الثاني حب التجربة تقول كل يوم عنده سيارة وكل يوم تقل له شغلة جديدة ويتحبرش في أشياء جديدة وتلقاه يعني يخوض تجارب من أعجب ما يكون نقول له طيب التجارة البزنس هذا حاولي تجرب ولا أقصد التجارة الملزمة بملازيم تؤدي إلى التزام مالي أو إشكالية أنا أقصد البدايات البسيطة جدا مثل؟ أنا أشرت له قبل شوي بيع شيء مستخدم عندك ادخل وسألوا إعلان هذه هي تجربة أولية أنك أنت قادر أو بالأصح عندي قناة أقدر من خلالها أسوي هذا الشيء أسوي فلوس والهي قنوات سهلة قنوات سهلة أنا أكون صريح أكثر قد نكون إحنا في السعودية يجب أن ننظر إلى المجتمعات الأخرى الآن إذا شفنا المجتمعات في الدول العربية بشكل عام تجد الواحد مخه وشنون يجيبه فلوس من يوم عمره ثمانة سنين الحاجة صح فتلقاه يعني موجود عند الفنادق موجود في الأسواق موجود ولا تبعد بعيد في أسواق الخضار في بعض المناطق في المملكة عندنا في أسواق الخضار يا الحك الصغير بثلاثة ريال أبدف معك أبدأ أسوي كذا هذه موجودة في مجتمعات من موجودة في مجتمعات أخرى هذا المبدأ غالبا هذا يصير تاجر الذي يدفع عربية في سوق الخضار غالبا يصير تاجر لأنه المبدأ عنده موجود المحاولة المحاولة الحصول على المال عن طريق أعمال تقدم وخدمات أنا أقول التجربة رقم اثنين رقم ثلاثة من كان مطلع على المحتوى الغني في الأنترنت تجي تسأله يجي يقول لك القواعد الأساسية في التسويق ويسمع لك وحاضر ثمانتاشر دورة في تطوير الذات وكيف أقنع وكيف أسوي وتلقى عنده أطلع ما هو سهل ويعطيك نظرية المحيطة الأزرق طيب وين التطبيق تجد أنه ما طبق ولا حطول هذا لو كان محاضر أو دكتور أكاديمي ويدرس طلابنا ويخرجهم لا ضير هذه مهنته ولا نطالب ونقول شنون الدكتور في التسويق وما عندك مشروع واحد ناجح ما في مشكلة هذا أكاديمي وقعد يوصل للرسالة حقه بالشكل الصحيح ويبني تجار قد يكونون هم اللي يمسكون هذه الرأية أو يرفعون هذه الرأية لكن لا هو بولي سال هذا الشاب دكتور بالجامعة أكاديمي ولا هو بولي يفكنا من هالتنظير اللي ما منه فائدة إنه ينظر ولا يطبق ولا يطبق فالتطبيق والتجربة هذا مهم جدا وتطبيق ما ندرسه وما نطلع عليه في الأنترنت مهم جدا الاطلاع على تجارب الآخرين تقول عنده عنده فضول هذا الطالب تقول عنده فضول هائل يعلمك يعني قصة إنشاء كثير من العلامات التجارية ويعطيك من النماذج الكثير ليش؟ لأن اليوتيوب ما يخلينا لأنه السناب والتواصل الجسماعي ما يخلينا يخلينا نطلع على تجارب الآخرين لكن تجي من داخله ما عنده تجربة واحدة لا ناجح ولا فاشلة يعني بغض النظر تجربة حقه ناجح ولا فاشلة وهذه مشكلة طبعا نعم والصبر كذلك على الاستمرارية جميل جميل أبو عامر طيب أبو عامر كيف أبدأ ما شوء أبدأ غاس مال يمديني ولا في رأس آدمي ولا ما في في رأس آدمي خلاص أمورك طيبة حلو هذا اختصار جميل لأنه كثير من الرؤوس الأموال تأتي فيما بعد رأس المال جبان وما يجي على ساحة غير مجردة مستثمر يدخل مخاطرة مع شعب محتاج أنه يكون أمامه تجربة عملية ناجحة صغيرة يقدر يبني عليها يعني نوعا ما قرار بأنني أنا أعضع فلوسي معك هذا واحد اثنين رأس المال هو أمر مهم جدا رأس المال ملك لكن هل هو ملك في كل شي قد يكون لا هو سجان رأس المال قد يكون هو السجان نعم قد يكون هو السجان إذا لم يحسن إدارته ولم يحسن تصريفه وإدخاله في الوقت المناسب وإخراجه في الوقت المناسب وهذه كلها ترتبط في خبرة هذا الشاب في أساسيات التسويق والمبيعات وأسس التجارة بشكل عام والتجارة التي يخوضها أما مسألة أنه رأس المال إذا جاء بينجح ليس صحيح بل رأس المال مفسد أحيانا إذا لم يحسن إدارته أو جاء الشخص غير مستعد ورأس المال يختلف سبحان الله العظيم أنا يعني أو مثل المشوار التجاري مثله مثل المولود المولود الصغير رأس ماله الذي يحتاجه والسيول الذي يحتاجه هو عبارة عن حليب بقدر معين في سن معين لا يتجاوزه لو تجاوز الجرعة تضرر صح لكن تعطي كبسة وثوم والود ماذا يصير فيه؟ معدام يموت يموت على طول المسار التجاري هو مثل المسار الحياة يحتاج أن المال هذا يجي بقدر معين بحجم معين بصفات معينة مهروس يجيك سهل يجيك صعب يجيك معقد هذه كلها تعتمد على متى جاء رأس المال كل من عرفته وأنا منهم رأس المال اللي نشتغل فيها الآن رأس المال العامل الآن لو جاني مثله وأنا في مكان قد أسمع ما أدري أي سنة من السنوات قد يسمع كلامي هذا صح ولكن هذه أشهد الله سبحانه وتعالى ثم اللي بيشاهدون هذا المال اللي أنا أشتغل بها الآن أيًا كان حجمه كاستثمارات لو جاني قبل 10 سنوات قد يكون هو غصة الموت هجير نعم من يمستعد له بكل صراحة قبل 10 سنوات من يمستعد له الرقم يعني الخبرة لفرقة ما بلا شك لذلك نقول التدرج في رأس المال وطلبه واحتياجه يعتمد على حسن إدارته أنا إذا رميت عليك ربطة قروش وقعدت أشوف يقولك عدها لي وبعدت بحط عداد وقتي إذا جلست مثلا 15 ثانية ما عديت الحجم هذا قلتك لا توق ما تعرفت عد قروش إلى الحين لكن عطه موظف صراف في البنك يقول بك إذا ويخلص عليك بسرعة صح ولا لأنه تعلم علي صحيح كيف تستطيع تستأمن أحد في مجال تجاري أو استثماري لا يحسن عدد دراهم وعدد دراهم هو إرادها وصرفها والإحجام عن الدفع والدفع بشكل كبير بل المثال اللي يقول مد رجولك على قد ورحافك صح أحيانا من يحسن إدارة المال يقولك لا مد رجولك على على قد جارك الحاف جارك وجار جارك بعد لذلك أغلب الشركات ترى ما تشتغل بقروشة عجيب أغلب الشركات تشتغل بقروشة الناس ومنها البنوك هل تتوقع البنوك الآن والمصارف تشتغل برأس مالها لا ما تشتغل بقروشة الناس فإذا كانت البنوك هي البنوك وأصحابها اللي تبارك الله يعني أعطاهم الله بسطة في المال ما يستغنون عن الشغل بالحاف جيرانهم صح أو لا صح فبالتالي هذا المسار العمري للوضيء للتجارة محتاج إلى تدرج فإذا جاني الشاب قال أنا لا أستطيع أني أقدم لك أي تجربة تجارية إلا لما يكون عندي رأس مال أقول له أنت لست مستعد لأنه الآن التجارب الصغيرة برضو أنا كذلك ضد التنظير بمسألة أن التجارة سهلة وأنه مدريش وأنه الأنترنت سهولة لا لا بنجي لا توقع في المقاطئ مهبة تسطيح هذه ولكن أنا كيف أثق بواحد ما عند التجربة المجانية في تجارب مجانية علشان أنا أقدر أقول له والله أوكي ما عليش بس هذه السنة في 2023 و1444 راح أقدر أضع بين يديك 10 ألف ريال يلا خلنا نشوف والسنة الجاية إذا نجحت معي أعطيك فيها بدل العسرة مئة ألف إذا لم يكن عنده تجارب بالألف والخمسمية والألفين والثلاثة والأربعة أنا لا أستطيع أستأمنه على العسرة والسنة القادمة أخفق بالعسرة كيف أعطي المية فحسن إدارة المال أنا أعتقد أنه هي أولى من طلب المال نفسه كرأس مال جميل طيب أبو عامر بنجاحين للنقطة اللي قلنا بنقولها أنا توي بادي في مشغول ما عندي خبرة ممتاز والحين التجارة صارت سهلة أبو عامر يعني أقدر أفتهم متجر الآن الآن 180 ثاني ضعف أفتهم متجر سهل لكن هنا السؤال أبو عامر أنا لما أفتهم متجر وأبدأ فيه وش الأشياء اللي إذا سويتها يبينجح شغلي وبستمر فيه لأن كثيرا أهم المشاريع اللي توها بعد بدأنا المشروع لكن وقفنا ما كملنا لأن دخلنا ولا كعندنا خبرة وتونا بعدين وش هي أسس نجاح المشاريع بكل اختصار أسس نجاح المشاريع ألا تكون هي الضحية الأولى كمشروع بأنه يكون هو مسؤول أنه يصرف عليه من أول لحظة يعني يطلب مال من أحد لا أنا وإياك الآن افتتحنا شركة لا يكون في خطتنا أنه المشروع في أول شهر يصرف علينا هذا أول شرط نتفق أنا وإياك كشركة أو أنا كصاحب مشروع الوحدي عندي مؤسسة مثلا أو مشروع صغير لا ألزم المشروع هذا أنه يصرف عليه من أول لحظة لذلك يصير تقييمي للمشروع حطي يدي على خدي ويقول مر شهر ما أطلع لي ولا ريال هذا داء هذا مرض مرض التجارة أن يكون هذا المشروع الصغير اللي توه مولود ملزوم أنه يصرف علي صحيح إن لم يكن هناك شغف وخلنا نقول كثير من هواياتنا ما ترجع لنا فلوس كثير من هواياتنا أنا أطلع لعب كورو العصر هيجيني راتب للعب الفلاني لا لا أرجع وأنا يبيلي عشر ريال عشان أغسل ملابسي بالمغسل صح أو لا يعني فيه صرف صح لكن أنا رجعت وأنا مبسوط أنا أدي الدور اللي عليه صاحب المشروع في أول شهر وشهرين وثلاثة يفترض أنه يكون عنده شيء له علاقة بالهواي له علاقة بالسعادة التي تراجع له وتخليه يقدر يصبر ويقدر يكون هل مبدأ هذا مبدأ أنا لم أكسب المال ولكن كسبت السعادة بالفترة هذه لذلك نجي للواحد ونقول له تعالي أصبر الكثير منهم يجي يسر يقول يش رايك أنا بروح أقدم على قرض أقول له أصبر 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 بتقدم القرض التجارة لها ثلاثة نتائج أحذرك أنك تأخذ النتيجة الثالثة وشي النتيجة الأولى واللي غالبا هي الواردة أنك في أول فترة المشاريع تحصل على السعادة للمن يعني موش المن تحصل على سعادة يعني مستعنس وأنا أبي وآي شيء تلعب جيمز هي في أول ستة شهور أول ثلاثة شهور الصناعة ثلاثة سنين ثلاثة سنين ثلاثة سنين الصناعة لشان يبدأ عائد يبدأ عائد طبعا أنا لا أتكلم عن الشخص اللي يشارك شركة ويكون له راتب وكذا لا أنا أتكلم عن راتب في نهاية السنة كم بيرجع لي أنا والله نهاية السنة في أشتري ما يباخ ليه لأنني والله أنا أتوقع لا ما أنت بشاري وأنت بشاري هيلوكس حتى هذه نقطة مهمة أكيد بلا شك أرجع أرجع إلى مسألة هذه الأولى هذه الأولى الأولى أنك الأصل الأصل أنك لا تتوقع رجوع المال بشكل سريع التجارة قد تكون لسنة سنتين بعدين يبدأ عوائدك تجي عوائدك اللي تعوض رأس مالك لأنه في البداية أنت تفكر أنك تعيد رأس مالك اللي حطيته صح بعدين تدخل في الأرباح دخلت بمليون مثلا بعد ثلاث سنين المليون رجع لي هم أنا أبدأ حسب الأرباح حقتي عجيب لكن أجي من البداية بحلوب هذه البقرة الحلوب كل يوم أروح أشتري سيارة وأشتري مدريش في أول شهرين ثلاثة شهور ستة شهر كلام هذا غير وارد هذا الأول أنه يرجع لي في السعادة الثاني أن يرجع لي بالسعادة هو المال وهذا المحظوظ وهذا الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان له حظ وهذا فيه ناس سبحان الله من أول ما يضع إيده في مجال تجاري يعود بالسعادة ويعود في المال صحيح النطاق الثالث هو من لا يعود في المال ولا يعود في السعادة ويكون عنده يعني هم وحزن ويعني اكتئاب بسبب وأمراض نفسية بسبب هذا الدين اللي يرتبط فيه يعني تنكدت حياته وهو ما وصل اللي هو يبيه وبنفس الوقت وهذا كله غالبا يكون بسبب استعجال خطوات لقمه بغير وقته بغير حجمه أنت ما تقدر تاخذ ضمه أنت ما أنت مستعد أكلت لقمه أكبر من لقمتك وهذه الأشياء تحدد يعني هذه الثلاث السماعات قد يجينا واحد عنده مداخلة يقول عندي رابعة وتكون قبل الأخيرة ألا وهي من يعود له في المال ولكن بدون سعادة شلون هذا قد يكون يمسك طرق غير شرعية صحيح نعم صار عندك ملايين لكن ما أنتم سعيد وبلا شك أنه ما فيه مال يجي بطريقة غير شرعية تكون سعيد ويكون فيه سعيد صح هذا الرابع لو دخل علينا مداخلة وأنا ما ذكرته لأني أنا ظني بأنه أغلب الشباب اللي موجودين يعني لن يدخل مجال تجاري إلا أنه عنده الطلاع ما لا يعني يسعى التاجر جهله من أحكام شرعية وأحكام أدبية وذوقيات وأخلاقيات تجارة جميل هذا نقول من الأساسيات المهمة في نجاح مشاريع هل فيه أشياء إضافية من أسس نجاح مشاريع غير اللي ذكرت بلا شك التمييز أنك أنت ما تجي للسوق ببضاعة يعني كأس ده حلو أي السوق مليان تقولي بدأ باجي عندي مشروع تمر وكذا حقنا التمر تراشطر منك والله عندي مشروع عطور وكذا درأ حقنا عطور أشطر منك ماذا لديك جديد وهنا يجي يجرنا إلى القيمة المضافة أو استراتيجية اللي هو المحيط الأزرق اللي يسمي المحيط الأزرق هذه الاستراتيجية الجميلة اللي ترى بعض الشباب يطبقه هما يدري أجيب ومش هذه الاستراتيجية هذه الاستراتيجية العجيبة يقول لك إذا دخلت السوق ولقيت أنه ينافس على شيء أنت ما تبغى تلط خدينك فيه مثلا السوق اللي ينافس على السعر هذا متعب جدا صح أبضاع معروفة أو الخدمة معروفة والسعر محدود ومعروف فيصيرون يكسرون السعر علشان يجذبون الزباين الجدد هذا مرهق جدا هالأسلوب من المنافسة داخل السوق وهذا تحصل بالمنتجات المشهورة والمكشوفة المحيط الأزرق أنك أنت تبعد عن هذا المحيط أحمر يعتبر هذا اللي فيه مقاتل وفيه كده وزحام وما فيه مجال وزحمة المحيط الأزرق يقول لك أنه ما فيه لأنت والسنع قاعدة الصيد فأنت تروح لمحيط لا يوجد لأنت أو معك كم واحد تلاعبهم في السوق تقدر في مساحة سنوني وغهلة يا تخلقه يا تتجهله يا تترك التخصص هذا أو المجال يعني مثلا خلنا نضرب لك مثال في العطور تخصصنا مشهور أننا نعمل في العطور اللي يجي الآن ويجي عندنا في المصنع وهذا يمكن دعوة قد تظلنا من ناحية تسويقية لكن ما فيه مانع يعني دامنا فيه منفع ما عندي إشكالية يجي يقول لنا أنا أبصنع عطر ودي يعني تساعدوني لإنتج عطر أسهل ما يكون نحن نشغل مكاينة الإنتاج ونطلل العطر وتفضل هذا دخل محيط أحمر لأنه فيه قبله خرجنا عشر عشرين لكن لما يجيني واحد يقول لي لا دقيقة أصبر لحظة المنتج هذا أنا ما بيه عطر عادي يقول ميزة تسجيل ميديا مثلا كان مثالا يقول له كيف شوف هذا هذا تاجر هذا حبيبي هذا مبدع هذا مبدع هذا قاعد يغرد هذا اللي قاعد يدخل محيط أزرق يقول أنا أبي إذا انفتحت العلبة يكون في مجال أن يسمع صوتيات أو يشاهد فيديو معين سلام أنا ما أبي أي أحد يشتري عطري عشان بس فقط يتعطر أنا أبي عطري هذا هو سميه عطر الزاجل آه كيف زاجل يقول أنا أبي هذا يكون مرسال بين زوجه زوجته بين أخوه أخوه بين أمه ولده أبي أسجل الصوت ويجي العطب لما ينفت يأطلع كذا كمثال أنا أخوه والله شكرا بتنسرق الفكرة لا والله هذا غاهد هذا فن والله هذا خلق محيط أزرق طيب ما قلنا العطور قبل شوي محيط أحمر نعم لكن الفكرة هذه أخرجت إلى محيط أزرق حلو يعني أنا ممكن أدخل مجال كل أحمر بس طلعت فيك غهيبة ويكون هذا أزرق حلو هذا خلق محيط أزرق فيه أحيانا أكون أنا طايب خاطري من التخصص هذا كله أجي أدور خدمة غير موجودة أو موجودة ومعدومة مثلا اللي أول من طلع مثلا كمثال أول من طلع تطبيقات التوصيل هذه ما كانت موجودة هذا خلق له وطلع محيط جديد هذا طلع شيء من لا شيء احتياج جديد هو فطله هو ضربة مخه كذا قال طالما أنه كذا وكذا وكذا أنا بسوي المعادلة أفلاني وكثير من الأمور الدخيلة والجديدة علينا كفرص يعني كانت عبارة عن تفكير عميق في لحظة صفاء طلعت محيط أزرق جديد ما كانوا معرفونها الناس فلذلك إمعان التفكير من الشاب والشاب في مجال التجارة هو أوسع من أني أنا أشتري حاجة وأجي أقدمه بسعر أعلى عشان أكسب وهذا للأسف المفهوم اللي يديوغ في هذا يجيني يقولي في بعض الاستشارات يجي وهذا أول واحد يغلق عليه الباب يقول له تعالي 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 أنت التجارة ما تصرح لك أبد يجي يقول أنا ظروفي المالية الصعبة جدا ومديون وعلي ظروف وأبي دخل إضافي تكفى دعمني أدبر لي خمسة الاف عشر هذا خطر يدخل لو دخل مب صعب لأنه يطالب التجارة بأكثر مما تستطيع هذا بهذا خمسة الاف يسدد خمسين ألف ويشتري سيارة اللي يحلم فيها ويشتري شقة بعضهم وبعضهم طيب الدعوة ما هي قضية أنك أنت يوم وليلة تطلع الدعوة يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى أن الواحد التجارة يبيد واحد راكد العجلة ليس بصديقة التاجر يعني العجلة هذه ليس بصديقة التاجر أبدا فأتوقع أن الأناء والصبر من الأساسيات كذلك نقدر نضيفها نقارض سماتني ذكانا طيب أبو عامر أنا كيف عملية تنمية الأرباح تنمية الأرباح وإدارة المشروع بشكل احترافي كيف سوية نحن قبل شي تكلمنا عن الفلوس نعم لأوجد كنت أديرها بشكل صحيح كيف أديرها بشكل صحيح هل فيه مثلا أشيات تقول لي والله ضامر اقراها قبل ما تدخل مشروع نم ثقافتك فيها قنوات يوتيوب تنصح فيها يعني أنا كيف أدير مشروعي هذا حلو السفيد قبل ما أدخل مجال يعني في الحساب وش تفصيله هل هو رأس المال هل هو أقل من رأس المال اللي دفع هل هو رأس المال زائد ربح هل هو ربح إضافي هذه يحتاج لها واحد عنده أبجديات المحاسبة يعرف كم دخل كم طلع وتسجيل بيانات شغل شيل فلوس من جيب اللي فوق ودخل بجيب اللي يمين وطلع من الجيب اللي يمين لجيب اللي يسار وما تعرف شا الداخل وشا الطالع هذه من خروقات مرؤة التجارة أي من خروقات مرؤة التجارة أن لا يكون عندك كنترول وضبط ونظام للمال الداخل وخارج هذه واحدة حلو لما نضبط لما نجي لهذا المبتدئ أو المبتدئة ونضبط معه هذه المسألة يقول خلاص الآن أنا ترى عرفت أنه هذه الريال جزء منه ربح وجزء منه كذا وجزء منه كذا وجزء من الأجار والروات عرف يقسم نجي نقول له ثلث 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 شنون؟ ثلث يرجع للمشروع تنمية للمشروع تطوير للمشروع وثلث تعيده في التسويق وثلث تقتات منه ممتاز الثلث الأخير تقتات منه هذا بالنسبة للربح إذا التضح وين المصيبة؟ مصيبة المصيبة إذا جاءنا واحد وقال أنا بثلث وسوى لك عملية حسابية أتحدى أكبر عالم رياضيات يعرفها من جيبات من جيبه أنا بعت خسارت وكذا وكذا وربحت فالداخل عندي والله يا قصص من المحاسبة تجيين أنا أقول الله يستر شي خبيط وبالنهاية يقول أنا أتوقع نهاية السنة نهاية السنة أو نهاية الشهر عندي ربح خمسة ألاف ريال ليش طيب ليه وكيف وشلون معادلة حقته المعادلة حقته معادلة يسجلونها بعلم الرياضيات معادلة أبو صالح هذه معادلة غير قابلة للتطبيق إلا عنده هو صح ليه لنفهمه كذا لما تجي تفصفصة معه يعني تجلس معها بجلسة الاستشارية وتفصفص معه الخطأ اللي واقع فيه تجدوا أنه ما حسب حساب الأجار أو ما حسب حساب حتى أحيانا أحيانا قد يكون حسب حساب الأجار وحسب حساب الرواتب وحسب أمور كثيرة لكن في حسبة خفية ما ينتبه له سوء متجر التنقلات السفر الروحة الجاية الكلفة وقتك أنت هيتحسبها ضمن تشبه في المنتج لازم تحسبها لازم يكون فيه نسبة معينة تتحطها بتكليفة هالمنتج بعضهم ما يحسبها نهائيا ذي كلها أصلا بلا شك أنا والله شعيتها بخمسين ببيعها بستين أنا ربحان ربحان عاشرة ربحان عاشرة هو جيد يقولك أنا ربحان ثمانية تقول له ليش يقولك ريال كذا وريال كذا وإذا جيت دققت وله فيه أشياء كثيرة مغفلها هنا فالمحاسبة المحاسبة المحاسبة ليس بالضرورة أن كل تاجر يكون محاسب لكن كل تاجر لابد يكون عنده أبجديات هذه الحسابات وفي فترة من الفترات لابد أنه يلتحق معه بفريق عمله من يجيد هذه المحاسبة هو يجيد إدارة المال ودائما أنا أقولها أقولها عمره المحاسب ما يصير تاجر يعني لو جاء واحد نتخرج من الجامعة مخ مخ محاسب هذا أول الصادمين في الجدران عجيب أي محاسب أي ليه شوف الشغلة هذه مهمة المحاسب لا يعرف يتعامل مع الأرقام واحد زائد واحد سوى اثنين صح أي معادلة خارجة عن واحد زائد واحد يسوى اثنين يرفضها مخ زي زي الآلة شخصيت زي الآلة التاجر أحيانا عنده واحد زائد واحد سوى اربعة صح أخسر اليوم يربح بكرة المحاسب مستحيل يخسر اليوم عشان يربح بكرة يقوم الدنيا وقعده لذلك دائما النزاع يصير وين النزاع داخل الشركات يصير بين إدارة التسويق وبين إدارة المالية صح هذول يبينسكون فلوس وهذول يطلقون فلوس عشان يجيبونه في واحدة اللي يذكر بها خير يقول أنا عندي قاعدة قلت وشي قاعدة فنانة ترى جيدة يقول أنا ما فك الخمسة اللي إذا جابت أخوها العشرة هذه استراتيجية هذه استراتيجية فك الخمسة عشان تجيب العشرة المحاسب يقول لا ليش فك الخمسة مقابل إيش ولازم يصير شيء ملموس عند المحاسب يعني الخمسة يبيه لذلك كثير منهم يخفق وين خاصب المحاسبين وين يفقد مو بالمحاسبين يعني أقصد اللي فكره مغرق في المحاسب وين يكون عنده إشكالية يكون عنده إشكالية بالشيء الغير ملموس والآن تجاراتنا غلبة غير ملموس صح أنت قاعد تدفع خدمات سحابية ورأس مال في بعض الشركات بالمئات الملايين مين موجودة مين بصك عقار ولا هي بسيارة ولا هي بمكاتب ولا هي بميكروفونات شيء سحابي أنت دافع مئة مليون على شيء سحابي وتيجي بعد عشر سنوات يقولك فيه إهلاك له طيب أوكي إهلاك ما يخالف إهلاك بس نبي يمدله لأنه العنظم يجد يقالك حينما دفعنا مئة مليون على هذه هي البرامج طيب برامج تتقادم فإهلاكاتك اللي عشر في المئة واللي عشرين في المئة اللي زينا هذه القواعد لا يعني أنه بقي فيه ثمانية في المئة قد يكون طلع شيء في أنا مودي أدخل في العنق هذا حتى حتى ألم الموضوع عدم وجود خبرة ميح في المحاسبة وإدارة المال هذا خطأ كبير جدا حلو والقيام بجميع الأدوار إلى وقت بعيد برضو هذا خطأ يعني ممكن أقوم بأنا كتجارة أقوم بأ في أول ستة شهور أول سنة مثلا الحالك في الحالي ممكن ممكن أدير مخزون بشكل كذا مبسط نزلس نباعة نزلس وأعرف كم عندي في المخزون حطي بدولاب كذا وأعرفي عشرة بدولاب متع طلب زيادة من الرياض ومسوق الرياضة ومسوق جدة أقوم بعملي المحاسبة عندي دفتر أخي عبدالله أنا عندي 14 دفتر من أغلى الدفاع ترديد الدفتر اللي مكتوبهم فيه من 1999 2000 وكذا التواريخ الدفتر يجيك التواريخ الكاليندر هذا التقويم هذا في كل صفحة كنت أكتب فيه ماذا حدث في ذاك اليوم ما شاء الله تجاريا من بدايتك طرعت بنتي وشتريت للطفلة ذاك الوقت وشتريت لمدر ما سجد لكن رحت عند المسجد أو رحت في مكان معين وبعد أسجل كم بعت وفيه خانة فوق مربع أكتب فيه كم كان الفلوس في جيبي بمعنى أني أنا قبل لأبدأ البيع أعد الفلوس اللي في جيبي حتى أتأكد الداخل كم هاي مبادئ بسيطة جدا ممحتاج لشي بس أنا ميق داخلي في ذاك الوقت وأنا ترى لست جيدا في إدارة المال ولا في المحاسبة أنا أنا تخصصي بعيد عن هذا الأمر أنا تخصصي في التسويق صراف فلوس أنا لذلك لم أنجح النجاح اللي أنا أشعر فيه أنه هنا إلا لما استعنت بفريق معي يعيني على الثغرات الموجودة يعني في البداية ما كنت لحالك تديرها إلا كنت أديرها بالحالة وكنت أجيب لأيد كثير كنت أجيب لأيد كثير بعد فيه إخفاقات كثير وفيه إغلاق مشاريع كثير وفيه وفيه إلى آخره والنجاح ما يجي يعني أحيانا الاعتراف بالتقصير هو أساس النجاح كثير من المشاريع رفع الراية البيضاء والاستسلام من أهم أسس النجاح في البداية أرفع استسلم وقلوا شد بله إذن الواحد يعرف نقاط الضعف اللي موجودة عنده طيب إبغامر أنا بديت مشروعي وضبطت فلوسي وعرفت شو نصرف وشو نجيب ضاعة وكذا لكن يوم بديت انصدمت وصار عندي أزمة مالية في المشروع كيف أدير أزمتي المالية اللي صارت طبعاً الأزمات المالية هذه يحتاجها تشخيص الفرضية اللي أنت فرضتها يا عبد الله هذه فرضية عامة حلو فالأزمات المالية قد يكون حلها بسيط ومقدور عليه وأنه تقدير الواحد يتجاوز وقد يكون لا الموضوع لا وصل مرحلة إلى أنه استعظم أو أنه مثلاً في يعني عصب المشروع لا يمكن تجاوزه هذا السبب وين هل هو سلوكي يعني سبب الإخفاق المالي في إدارته في إدارة المال هل هو سلوكي سلوكي يعني أنا ما سلوكي يحب الصرف يروح للسوق علشان يشتري أشياء يتغلبه نفسه ويشتري أشياء أكثر من طاقته ولا يبيع فتتكدس عنده البضائع في المستودع وقد تكون قابلة للفساد وقد تكون قابلة للانتهاء من ناحية إلكترونيات مثلاً يرين فيه وقته أو يكون عطور لها وقت معين أو هب معين أو يجيك واحد يجي يقول والله كأس العالم اللي جاء في قطر أنا بنزل منتج وأنا بسوي نقوله طيب أوكي فما عنده قدرة على الكنترول ويحب يشتري فيه ناس تراوي عنده رهى يعني راهي بالحيل يجي يشتري شي غالي أو كذا لا يا غالي يكث أعرف وأنا أعترف لكني أنا واحد من اللي يكثل أنا لا شرأت أكثر لذلك أنا عندي لجام أركبه اللي جام أركبه معي فريق عمل ما أروح أشتري إلا معي أمين مستودع يقول لي هذا اللي من هنا اللي جام معروف معروف العالمين أمين المستودع يجر يقول ترى عندنا خمسين يسدنا أربعين يجينا ومدير المال يقول لي أصبر لا تجيب أربعين جيب عشرين لأنه ترى الفلوس اللي عندنا نبي نصرف بالمكان وفلان وفلان فاروح للسوق مهما أغراني المورد وأعطاني من الإغراءات لن أتعدى رأي الأثنين هذولا اللي جام ليه لأنه طيب أنا كيف وصلت المرحلة الذي وصلت لها لأني أنا رفعت يعني رأي الاستسلام أكثر من مرة فلا يوجد إنسان مكتمل الصفات التجارية ولا فيه واحد أذكى الناس في كل التخصصات فبالتالي لا يكون عندنا يعني اعتداد بقدراتنا الشخصية بعد يعني نعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على الناس اللي خولنا صحيح لذلك أنا مستعد أستثمر مع شاب يعرف نقاط ضعف وهو عنده نقاط ضعف كثيرة وقدر يعالجه أكثر بكثير من الشخص اللي عنده نقاط ضعف قليلة لكن أم أعترف يمكن طيب أنه ما عرفها يا سلام عليك هنا يجي دور مسألة إنه كيف الإنسان أو الشاب هذا يبدأ ينظر لذاته ونفسه وإنه قاط الضعف اللي عنده وهذه قد تكون الأهل مع الشرير لك فيها واحد أبوه دائما يقول لأنه لأنك صراف يعني تصرف أكثر شيء ممنطقي إذا ما استوعب هذا الشاب هذه الملاحظات اللي تجي من أبوه ومه في لحظة ووقت معين معناة النموية بيعدل صح فبالتالي هذا بيأخذ السلوك بعيده عشان كده نقول السلوك مهم جدا في مسألة عرف السبب إذا عرف السبب اللي أخفق فيه هذا التاجر نرجع للسؤال اللي أنا سألته إنه سلوكي يقيم سلوكه نقوله قيم سلوكك المالي سلوكك في الصرف سلوكك في الحكم على الأشياء في التسويف في ناس يسوف صح تقوله رح للسوق يشتر الشغلة في الأنية المهمة خلا بدين يروح ما يشتري حابقا نشوف بتأكد بيكون عنده حرص لا مو بزين لازم يكون يتوسط لأن أحيانا أنا أرسلك أبي شيء ضروري لازم يتم وإلا يتعطل المشروع مثلا ما في مجال في الحكمة ضالت المؤمن وضالت التاجر أكثر لازم يكون عنده مجازفة شوي هو بلا شك أنه لا بد يكون عنده نوع من قياس الأمور لا تعطلني علشان فرق خمسين ريال أو جودة بزيادة خمسة بالمية ويهرب مني مية زبون بحجة أنه والله أنا لازم أجيب الجودة طيب والمية زبون براحة ولا بيخسرون أن أكثر من قيمة القطع اللي أنت راح تشتريها أو السلعة اللي أنت جاي تأمنها الإدراك في أهمية يعني إتمام المهام لما يجيني شاب ما يعرف يتم الأمور يفتح بس ما عرف يقفل إذا جيت لمه بشغله ولعنده عشرين مهمة أو عشرين مشروع فاتحه ولا واحد تم هذا عشرين في المية هذا ثلاثين في المية هذا أربعين في المية هذا عشرين في المية ما يتمم شيء هذا عنده مشكلة في سلوكه علشان كده المشروع ممكن أنه أخفر نيجي الواحد لا والله سلوكه كويس قدراته الذهمية لإدارة الأعمال والمهام جيدة ولكن المشروع أخذ من آخر بأسباب خارج عن إرادته نيجي ندرس هذه الأسباب مثلا نيجي واحد يفتح قبل كورونا بستة شهور مشروعه تمام وفكرة حلوة وممتازة لكن رأس المال اللي يرصده لم يكن يحسب حسبان أنه بيجلس العمال فترة طويلة بدون ما يعطيهم رواتب هذا نيجي نعطيه حلول أخرى تمويلية مثلا أو شركاء يساعدونه بالوقوف معه هذا كمثال لكن فذلك الجواب قد يكون على هذا السؤال التساؤل الكبير اللي سألته لا يسعني أنا ولا غيري أنه يحكم عليه بجواب واحد جميل طيب ابو عمر مشروعي مميز منتجي رهيب إبداعي عندي مشكلة عويصة ابو عمر وتوي بعدي ما عدي فلوس واجد زين ويا أخي بلشت بالتسويق قال لي الإعلانات غالية أول ما أنا بقاعد أدفعها كيف أمشي مشروعي وأني أسوق وأنا ما عندي ذلك المبلغ الصراحة يعني قصد قد تروح للرياض بسيارة وممعك بنزين هاي ونفس الشي التسويق بلا شك أنه من الأساسيات الرئيسية في إنجاح أي مشروع صغير متناهي صغر أو كبير لما كل ما يصغر المشروع يكون صغير كل ما يكون تكلفة أقل وقد تكون معدوم فالتسويق على الأسرة على العائلة يعتبر تسويق يعني واحد رأس ماله مثلا خلنا نقول خمس ألاف ريال وعنده بضايع بالكاد تغطي أسرة وجيرانه مثلا هذا تسويقه قد لا يكون مكلف الواتس أب اللي بين ديننا في آلاف الأرقام كثير مننا ما يستخدم الإمكانيات اللي فيه الرسائل الجماعية والمجتمع المدري إيش والبودكاست اللي فيه والحالة اليومية قد يهملوا كثير مننا لأنه ما يرى له ناتج فمحتاج مثلا استغلال كل ما هو شيء بلا شرب حبي هذا أجمل مثال نبحث عن المصادر المجانية مثلا المصادر المجانية إنك مثلا توجد لك محتوى بالإنترنت محتوى كتابي أو مرئي أنت لما تفتح قناة في اليوتيوب يأخذون عليك فلوس لا طبعا ما يأخذون عليك مجانة تحدث لك ضجيج مع الزمن مع الوقت جوجل يبدأ يدل عليك سلعتك في مجال معين تحدث عنها كثيرا تعرف فيها كثيرا في المدى البعيد فلا نهمل التفاعل اليومي والأسبوعي التفاعل اليومي والأسبوعي في المنصات الاجتماعية على تنوعة يجب أن ما نهمل أبدا وهذا يبي لها صب عشان جيك متابعين ويجي كده يبي لها سعادة يبي لها هواية يبي لها نفس اللي قلال يبي لها طولة بال أنت تفتح قناة قد لا يكون لك أثر قناة سكة الطيبة الآن فتحت في 2012 العدد من متابعين فيها مدى الثالث وخمسي ما دفعت فيها دولار واحد وأحقق منها مبيعات عالية الآن هذه القناة فقط قناة سكة الطيبة فقط أحقق منها مبيعات عالية جدا وعندي من خذال البيانات اللي تيجين كم عدد الزبائن يرجون من القناة هذه من 2012 إلى 10 سنوات كل شهر أرميدي فيها في المين ثلاثة في المين ثلاثة إذا جيت للشباب الآن ولأغلب جوالاتهم مليانة بالتصوير يعني جيدين يعرفون يصورون وحط الشاهي وزينق هوا ولمدرية وكذا وحط لك طيب هذا يعرف تصور صور منتجك تحدث عن منتجك اكسر الحاجز تعلم كيف تكسر الحاجز هذا أنا كنت كان عدوي لدود التصوير في الجوال السلفي كنت مرة عدوي جدا جدا أجيب نعم وكثر ما كنت أصور وحذف أصور وحذف لأني ما تعودت عليه حتى أني تمرست في هذا الباب وأصبحت بالعكس عادي زي ما أتحدث معك الآن أمام الكاميرا ولا أهابة أولا كانت كانت سبطانة مسدس أو رشاش العدسة كنت خاف منه وتلع ثم وتجف عندي براطمي ويعني كأن نازلت عليه نازلة وأنا أنا متصادقين بالممارسة والتفاعل يصير عندك الواحد يكتسب مهارة تيجي يقول لك واحد دورات أوكي خذ دورات ما في مانع ما في إشكالية لكن ترى والله أولى من الدورات الممارسة الممارسة أولى من الدورات ألف مرة الدورات هذه تعطيك مفاتيح لكن ترى ما تعطيك قدرة على يعني الوصول لشيء اللي نتبغى يعني عودا إلى النقطة تسويق تسويق بالمحتوى تسويق بالمحتوى هذا بلا شك أنه التسويق لابد أنه يعني الواحد يبدأ فيه ويجتهد عليه بدون تكاريف وبعدها يبدأ يدرس هذه التواصل الاجتماعي هذه المنصات كيف يعني كيف فلسفة قراءته وكيف تؤثر اليوتيوب له نمط تأثير غير السناب غير الانستجرام يقرأوا الشباب أنا أقول للشباب يقرأوا اطلع تعالوا واحد يوتيوبر يقرأوا يقولوا ويش الأشياء بيقول لك أول شيء لازم تحط صورة العرض شيء مثير أساد مدري عبارة كيف قتل فلان ما له علاقة بالقاتل كيف يصنع كاتشاب ويعطيك عبارات قصيرة هذا فن من فلون الجذب في اليوتيوب تسويق رحل واحد تبع انستجرام تجده يكلمك بشي مختلف عن هلاك يقولك أهم شيء ليكون طويل أهم شيء يكون عندك الفولدر الواحد فيه أكثر من شغلة لازم يكون قصير في السناب يجيك واحد يقولك شف بالسناب أول سناب وتصور وراك شجرة بس السناب الثانية ترى لازم تحط وراك جبل ولا أي شيء ولا غير مكانك مثلا عشان ما يمن للمشاهد لازم تكون تسنب الصباح والعصر والعيشاء علشان يكون متصر يعطيك قواعد ثانية مختلفة وكل علم من هذه العلوم في المنصات الاجتماعية لها أسلوب أنا أقول تعلم يا شاب تعلم يا شاب ليش كل يوم أنا أبذل من وقتي متابعات 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 مرة تكتوك مرة السيقرام مرة سناب مرة 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 حتى للأسف اللي وقتهم من ذهب قاعدين يضيعونه طيب بدل ما أضيعوا بالمتابعات خاصة بعد الله يهدينه وإياهم لما تكون المتابعات على شي ما هو مفيد قد يكون علينا وزربة إضاعة وقت وشيء سافل أو ما هو بالمستوى اللي أبوه وأمه ربوه عليها ومع حالة تلقاه يتابع طيب ابذل الوقت اللي أنت بدلته بهذه بالتعلم بحيث أنك أنت تصير محتوى أفقر محتوى في الأنترنت اللغة العربية أفقر محتوى في كل التخصصات طيب أنا إذا ما كنت أنا أعبي محتوى مفيد وجيد وماتع لازم يكون ماتع لازم يكون على مستوى لازم يكون جذاب لازم يكون كسر الدنيا أتعلم ومع الوقت أنا عندي أول فيديو زي أنت في 2012 عاستوار وزجعت في القناة أول فيديو يضحك مالله مصوره بصين على الرصيف ما دي شون وكذا ولبسي وطريقة التصوير ولا في موبور ولا في هدف موجود ولا في هدف يرجع ولا في هدف ولا هدري شي يبيه ذلك عادي يتكلم طيب بس ودي أسجل حضور وتعال لآخر فيديو وشوف الفرق الشاسع بين تولى إدارة هذه القناة مجموعة من الشركات ومجموعة من الأفراد من فريق عملنا عددهم ما يحصى كثير واجهت أكثر من شركة وأكثر من فرد لما يجي يشوف يقول الكريزمة حق القناة محتاجنا نحذف من تلك كذا يقول له أنت بتحذف أي مقطع والله لو كان جودته أسوأ ما يكون هذا شرف لي أنا في البدايات أنا أبي الشاب أو الشاب لما يشوف مسيرتي يشوف البدايات ويشوف التاريخ علشان ما يحاكم على نفسه الحين الحين ترى ترى بعضهم قاعد يشاهدنا الحين يقول ببدأ أقول له وصبر دقيقة تبدأ تصير مثل فلان أبيك تصير مثله في الوقت الفلاني وتدرج ما درجه شوي شوي قد يختصر بعضهم العشر سنوات ويكون جيد يختصرها بأربع وسنتين وهنا يجي للحاذق للشاطر للجيد نختصر ابدأ بما انتهى إليه الآخرون لكن لا تعسل روحك ولا تؤذي روحك وخل بداياتك منطقية يعني إذا لقيت أن أنا راقي مية درجة أنت قادر تقفز كل أربع جميع كويس بس لا تجيب ستهم وتنكسر رجلك يقفز أربع ما في مشكلة بل أكس كويس هذا الصح ليش نمشي على نفس خطواتي بالضب بالضب أنا كنت بيه عند المسجد وما دري بروح بيه عند المسجد لا لا أردت فرامل دقيقة بعضهم كتير يقرأ قصة أيوة يطبق بعضهم يمكن يلبس نبسي صادق لا أصبر دقيقة ابدأ بما يتناسب مع عصرك مع وقتك قد يكون اللي بدل عشر سنين وتعب في الوقت الحالي لو عيدت يطبوها الذاكرة والله ما يزينه أنا شخصيا ولدي الآن لو يجي يقول لي ببيع عند المسجد أمنعه عجيب كانت جيدة وفرصة في وقتها وممتازة ما أمنعه أنه عيب ولا أمنعه أقول له لا 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 تمنى أنه مبه يلحين مبه تاهي منطقي أنا بقول له تعال دقيقة أنت بتبيع عند أي مسجد بيقول لها ببيع عند جامعة الفلاني كم عدد المصلين يوم الجمعة بيقول لي ستمية بقول أنت تدري أنك أنت إذا بعت بالمنصة الفلانية ممكن تخاطب ستين ألف مبه أزيان من الستمية عزيان بيزنس هذه عزيان تبي تيجي تقول أنا عرق جبيني ما يخالف ترى اللي يقعد ورا الشاشة ممكن يعرق مبه لازم يصير يقعد في درجة حرار 52 ويبيع وفتاة يعليم ويجيب كرتون ويجيب مدريش ويعيد فقد تكون هذا الأمر مفيد جميل جميل طيب بعدما نختم سؤال من الأسئلة المهمة صراحة وش في مصادر كذا معينة تنصحني ورأني أرجع لها في موضوع إداعة مشاريع أو حتى التسويق نعم الصحبة أول شيء الصحبة الصحبة نعم يعني لا يتوقع من شخص يتعلم التسويق يذهب يصاحب ناس لا يلوح علاقة بالتسويق احتك في مجتمع يلوح علاقة بالتسويق ومجتمع الآن فيه مجتمع واقعي وفيه مجتمع غير واقعي المجتمع الواقعي إذا علمت أن واحد من أقاربك والواحد من أصدقائك عنده نبوء وعنده مهارة في هذا العلم تصادق منه يجعل لك ساعة معه سبوعيا تعلم منه اسمع منه فتش في هذه المهارة اللي عنده هذه الصحبة الصحبة هذه الأولى الثانية السوق أنا عشان أتعلم من الأسواق الاعتيادية اللي يسمونها الأوفلاين المحلات والأسواق والمولات أروح أدخل لا أتوقع من شخص إبداع في المجال وهو جاهل عن السوق الواقعي أروح للسوق المعقلية مثلا في المجال العطور أروح للسوق القهوة في الشارع في الرياض في شارع معروف كله حقين قهاوي أدخل جميع المستويات القهوة الشعبية أروح للقهوة المختصة أتعلم أحتك حتى أتلقى من السوق هذا من ناحية واقعية من ناحية غير واقعية اللي هي التواصل الاجتماعي أتابع أبحث وشف وأنت جالس أطلع على كل تجارب الآخرين وهذه من ناحية الله سبحانه وتعالى اللي يبغى لها الشكر رقم تلعة القراءة الواحد يقرأ الانترنت مليء بالنصوص ومليء بالمراجع الجيدة ويقدر الواحد يفلتر من خلال هذه القراءة الرابع وقد يكون هذا الأمر يعني يغفل عنه كثير من الناس من الشباب يكون أبوه ومه مصادر مهمة في التعلم لكن يهمشهم ليه؟ ما أصبح صوت أبوه يطربه كثير يعتبرها ولاية وفرضيات مع أنه علم أنه يمكن أبوه عنده خبرة جيدة أو الشخص اللي متصل فيه بشكل دائم يزهدبه بنقول لا فتش على القريب أحيانا الشيء المارض يصير بجنبك وتروح تبعد بعيد تدور المارض بجنبك صادر فأحيانا إعادة الثقة واللمعان والقيمة للناس اللي حوالينا أب أم أخت أخو شيء مهم ولو أننا اعتدنا على أصواتهم وإعتدنا على تعليماتهم وهذه الحقيقة أمر مهم جدا هذه نقطة أمية عندك فينا الشيء بلا شك نعم الخامس والأخير سافر 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 وين سافر لكل مكان تعتقد أن يخدم تخصصك يعني الحين كثير من الشباب الله يحفظهم تجد عنده برنامج سياحي ما شاء الله ممتلئ ما يتجي إجازة مطولة ولا مقصرة ولا أي إن كان إلا تلقوا أخذ تذكره مشاعة أو شغل سياحة وراح لا تسافر للسياحة فقط سافر وأنت عندك هدف تجاري ودخل السياحة من ضمنها فالأصل عندك والله أنا متخصص بالمباخر كمثال شوقت الإجازة الله لا يهينك تولى حايل رح سافر للحايل طيب في مكشات بحايل ومكشات بصمة لا رح أكشت بحايل ليه؟ لأنك تبيك تروح للمصانع المحلات اللي هناك ويكون جزء من رحلك وأنت قضيت هالحاجة اللي أنت تبي أختم فيها بالنقطة هذه أنا كثير السفر وشهريا أسافر وقد أسافر مع أسرتي لكن ما عندي سفر سياحة فقط لغيره حتى السفر السياحة لازم يكون مهدف ومنجز يعني فيه إنجاز ما أسافر سياحة بس ما فيه شيء حتى مع الأصدقاء مع الأهل ما أسافر نعم لكن أنا أجزم أنا أجزم بأنه هذه الرحلة المهدفة في نفس المجال اللي أنا أبيه أمتع من أي رحلة قام به شخص آخر مجرد مكتب سياحي يعلم أنه أنا أروح أشوف الشاهد الفلاني أو أدخل للسوق الفلاني وأدخل زحمة الناس غالبا السياحة التي تكتشف فيها أمور جديدة عائدة لك بالفائدة طبعا التجارة معلومة أنها مجتمع أنت تدخل في مجتمع كبير في كل بلد عندك مورد المورد هذا ما يجب أنه يكون بيني وبينه هذه البضاعة يجب أنه يكون علاقتي به أصيلة عميقة استقبلوا واستقبلوا أنه بيننا مصالح أكبر من قضية البيع والشراء وهذه من أسس التجارة أنه يكون عندك علاقات عامة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه الصادق الأمين وكانت تجارته من أشهر التجارات التي كون فيها علاقات حتى مع أعداءه في وقتها في وقت البعدة كانوا أعداءه يشهدون له ليلة أنه كان يبني علاقات بالدرجة الأولى مع الناس يتعجر معه عليه الصلاة والسلام هذا سعى اللهم صلى الله عليه وسلم هذا سعى مهم وأجمل ختام لختام الحلقة في ذكر الحبيب اللهم صلى الله عليه وسلم عليه يبكي ذلك نكون أبو عامة وصلنا لختام الحلقة صراحة أنا أنا كشاب أمثل فئة الشباب أقول أني استفت كثير من هذا الحمشة الآن تغير التجارة وتمتبتحزن الله يبكي حبيب وشأنا أنا اللي أشاكر لك والله وشاكر للأخوة في قافلة الخير على هذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك به ومثل مع أن قافلة الخير يوم من الأيام كانت هي المورد لنا في الخبرة وهي اللي أتاحت لنا في وقتنا لو قاتنا لنأخذ جانب من التجارة داخل أنشطتها السابقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من يقوم عليها الآن أمين اللهم أمين الله يطيك العافية أبو عامق شكرا لك أنت أيها المشاهدة لمشاهدتك لهذه الحلقة نراكم بإذن الله في الأسابيع القادمة بحلقات جديدة من بودكاست خبرة ترجمة نانسي قنقر